بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الأول متوسط من جديد في مادتنا المهارات الحياتية والأسرية نتعرف اليوم بإذن الله على إثراءات هذه المادة ماذا تناولنا في وحداتنا من التوعي الصحية والمهارات الحياتية والاجتماعية وكذلك في وحدة الغذاء والتغبية نسترجع سريعا أو ماذا يتوقع من هذا المتعلم في نهاية هذا الدرس أولها أن يحدد مفهوم اللياقة البدنية يذكر عناصر اللياقة البدنية يصنف أنواع النشاط البدني يستنتج فوائد النشاط البدني يلخص طرق الوقاية الصحية داخل المنزل يوضح كيفية مواجهة التنمر يدون طرق العناية بالمزروعات يبين حقوق المستهلك ويناقش بعض العادات الغذائية في المجتمع السعودي وأخيرا يبدي رأيه في دور الأسرة في تكوين العادات الغذائية الجيدة نبتدأ بداية في وحدتنا الأولى كانت في التوعية الصحية تتحدث عن اللياقة البدنية والوقاية الصحية داخل المنزل أول ما بدأنا به مفهوم اللياقة البدنية ماذا أقصد باللياقة البدنية؟ هي قدرة الفرد على العمل وأداء الواجبات والمتطلبات الحياتية دون الشعور بالتعب مع توفر الجهد الكافي للتمتع بالأنشطة وقت الفراغ والاحتياجات الغير متوقعة إذن هي قدرة الفرد بأن يعمل بمجهود دون أن يشعر بتعب هنا يتوصل لمرحلة اللياقة البدنية تذكر عندما تناولنا عناصر اللياقة البدنية هذه العناصر يجب أن تتوفر في كل فرد كي يحصل على اللياقة المطلوبة منها القوة العضلية ماذا أقصد بالقوة العضلية؟ هي قدرة العضلات على المقاومة أو مواجهة المقاومة الخارجية التوازن كما نشاهد في الصورة هي المحافظة على ثبات الوزن مثل المشي على قدم واحدة أي ثبات الجسم في أوضاع معينة التوافق العضلي والعصبي وهي القدرة على تحريك أكثر من جزء في الجسم في اتجاهات مختلفة وبنفس الوقت الرشاقة كما نلاحظ هي قدرة على تغيير أوضاع الجسم بسرعة أيضا لدينا المرونة هي قدرة الفرد على أداء الحركات في أقصى مدى السرعة وهي القدرة على أداء حركات متكررة من نفس النوع وفي أقل مدة أو في أقل زمن وآخرها كانت التحمل وأقصد بالتحمل هي القدرة على الاستمرار في الأداء في النشاط البدني دون الشعور بتعب ومقاومة هذا التعب ما هو النشاط البدني؟ تعرفت على اللياقة البدنية لكن أقصد بالنشاط البدني ليس بالشرط أن أقصد به الرياضة النشاط البدني هي كل حركة يقوم بها الجسم تؤديها العضلات تتطلب استهلاكا للطاقة بما في ذلك الأنشطة ذكر لك أثناء العمل أثناء اللعب أداء المهام المنزلية ومارسة الأنشطة الترفيهية كلها تعتبر أنشطة بدنية تحدثنا عن أنواع الأنشطة البدنية منها الهوائية تقوية العضلات تقوية العظام وأنشطة الاستطالة النشاط الهوائي هو النشاط الذي تتحرك فيه العضلات الكبيرة الموجودة مثل الذراعين الساقين مثل الجري السباحة المشي ركوب الدراجات والقفز وغيرها كلها تدخل ضمن الأنشطة البدنية الهوائية تقوية العضلات يقوم هذا النشاط بتحسين وتعزيز قوة العضلات وزيادة قدرتها على التحمل مثل ما نقوم به في تمارين الدفع الضغط رفع الأوزان تسلق السلالم كلها تعتبر تمرينات أو أنشطة لتقوية العضلات انتقلنا بعدها إلى أنشطة تقوية العظام وهي التي تساعد على جعل العظام قوية مثل عظام القدمين والساقين مثلها مثل الجري المشي القفز على الحبل رفع الأوزان كلها تدخل ضمن تقوية العظام آخر الأنشطة البدنية كانت لدينا الاستطالة وهي تساعد في تحسين مرونة العضلات في المفاصل المحيطة بها والمحافظة عليها ورفع القدرة على تحريك المفاصل بكفاءتها الكاملة مثل ما نلاحظ التمدد لمس الأصابع للقدمين والقيام بتمارين اليوغا وغير ذلك من الأنشطة ذكرنا بأنك تستطيع ممارسة النشاط البدني بحسب الهدف وفقا لهدفك ماذا تريد من هذا النشاط هل من أجل الصحة المحافظة على الصحة المحافظة من الأمراض المزمنة إذن يلزمك النشاط البدني مدته من ثلاثين إلى ستين دقيقة إذا كنت تريد هذا النشاط من أجل اللياقة البدنية من عشرين إلى ستين دقيقة كافية أما إذا كانت من أجل خفض الوزن أحتاج من ستين إلى تسعين دقيقة ممارسة للنشاط البدني فوائد النشاط البدني زيادة كفاءة القلب والرئتين زيادة مستوى كفاءة العضلات والمرونة خفض لنسبة الدهون في الجسم المحافظة على الوزن الصحي محافظة على صحة عظامك أيضا خفض مستوى الدهون في الدم الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب تحسين الصحة النفسية للناشئة زيادة ثقتك بنفسك تخفض من أعراض القلق والاكتئاب تزيد من القدرات الإدراكية ونشاط الذهن زيادة حساسية الخلايا للإنسلين أي تقي بإذن الله من أمراض السكري تحسين التركيز والتعلم لدى الفرد كانت هذه جميعها فوائد النشاط البدني تحدثنا بعد ذلك في وحدة التوعية الصحية عن الوقاية الصحية داخل المنزل يهمني داخل غرف المنزل داخل المطبخ في دورات المياه كلها أحتاج إلى وقاية صحية ذكرنا من داخل الغرف ماذا أحتاج للوقاية الصحية؟ أحتاج تنظيف الأرضية الأسطح تهوية الغرف النوافذ أيضا بفتحها لدخول الهواء ودخول أشعة الشمس التعطير للغرفة التخلص اليومي من النفايات غسل مفرش السرير والغطاء أسبوعيا أو تغييره كانت لدينا هنا كما تشاهد في الصورة التي أمامك الوقاية الصحية داخل المطبخ من تجديد الهواء غسل اليدين تخزين الأطعمة وحفظها بشكل صحيح صيانة الأجهزة المنزلية تنظيف مغسلة المطبخ بشكل مستمر للغضاء على الجراثيم أيضا داخل دورات المياه ذكرنا بغسل أرضية دورات المياه بالماء الدافئ والصابون تنظيف الملحقات مثل الصنبور الماء الحوض البانيو المرحاض كلها تحتاج إلى إضافة الكلور تنظيف المرحاض ذكرنا بالكلور والصابون بالوعات الحمام أيضا مستلزمات أو ملحقات الاستخدام مثل الفرشات أيضا وغيرها والمناشف المتواجدة وتعقيمها انتهينا من وحدة التوعية الصحية انتقلنا بعد ذلك إلى وحدة المهارات الاجتماعية تذكر عندما تناولنا درس الحماية من الإيذاء وهو أقصد به التنمر ماذا أقصد بالتنمر؟ أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر لإرحاق الأذى بتلميذ آخر تتم بصورة متكررة وطوال الوقت ويمكن أن تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب الدفع الركل أو باستخدام كلمات تعبيرية أو تعبيرات للوجه كالعبوس أو بالإشارات غير لائقة بقصد عزل المتنمر عليه وإخراجه من المجموعة تعرفنا على أنواع التنمر كما هي أمامنا التنمر الجسدي التنمر اللفظي التنمر الجنسي التنمر الاجتماعي أو العلاقي والتنمر المادي تناولنا كل نوع من أنواع التنمر وقمنا بحل الأنشطة والتي أضربنا بعض الأمثلة كما هي موجودة في كتابك كيف أواجه التنمر أولها وأهمها الاستعانة بالله تعالى المحافظة على قراءة الأذكار اليومية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها عن العبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفة الصحف إذا من هذه أو من هذا المنطلق الاستعانة بالله أواجه بإذن الله التنمر في مدرستي في أي مكان أتعرض لقدر الله إلى التنمر مهم جدا أيضا أن أتواصل مع والدي أو مع أحد الإخوة المقربين في المنزل أو المعلم أو الموجه الطلابي وأخبره بما يحدث وأحرص على الأخذ بالنصائح اترك مسافة آمنة بينك وبين المتنمر وتجنب الاحتكاك به اقرأ اطلع على كل ما يحدث في التنمر علاماته طرق التعامل معه أقلل من الحساسية الزائدة وتجاه تعليقات الآخرين فبعض التعليقات عندما تقابل بالدعاء بقد تنتهي بسرعة تذكر أن ممارس التنمر يجد غايته عندما يسبب الخوف الآخرين لذلك لا تظهر انزعاجك انتهينا من وحدة المهارات الاجتماعية انتقلنا بعدها إلى المهارات الحياتية تحدثنا عن البيئة المزروعات اهمية المزروعات وذكرنا لماذا نهتم بهذه المزروعات لأنها اول ماء شكلها الجميل تعطي المكان مظهرا جميلا يوحي بالاستقرار بالراحة النفسية التي تعترينا عند النظر إلى الأشجار والمزروعات ذكرنا أيضا من فوائدها تمدنا بالأكسوجين من خلال عمليات التمثيل الضوئي بأنها تساعد على إنتاج الأكسوجين بشكل كبير فهي المصدر الأساسي للأكسوجين المتجدد ولا يمكن التهاون في قلعها أو عدم زراعتها من وقت لآخر ذكرنا أيضا كيف نقوم بالاعتناء أو كيف أعتني بالمزروعات أولها تعريض المزروعات لأشعة الشمس تقليم الأطراف بشكل دائم سقي المزروعات تسميد التربة تحدثنا عن بعض النباتات الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى تعريض الأشعة الشمس والبعض لا يحتاج تقليم الأطراف تحدثنا عن سقي المزروعات بأن نبتعد عن الري بالغمر وذكرنا بعض الممارسات الخاطئة في حل الأنشطة لديك في كتابك أيضا تسميد التربة ذكرنا هناك نوعين السماد الطبيعي الكيميائي والأفضل استخدام السماد الطبيعي أيضا قمنا بحل بعض الأنشطة كيف نعتني بالمزروعات غير الموجودة في كتابنا ذكرنا التخلص من الحشرات الضارة الإبتعاد عن المواد الكيميائية التي تسبب قتل أو ذبول بعض هذه النباتات وحدوث التلوث انتقلنا آخر في وحداتنا إلى الغذاء والتغذية تعرفنا على معرفة صراحية المنتجات الغذائية وما هي العادات الغذائية في المجتمع السعودي تعلمنا حقوق المستهلك وهي الحقوق الواجبة لنا مثل حق السلامة والأمان الحق في المعرفة في السلعة في السعر في التواريخ الإنتاج والصراحية حق إشباع حاجاته الأساسية حق التثقيف أيضا يعتبر من حقوق المستهلك ذكرنا أيضا ما هي حقوق المستهلك عند شراء المنتجات توفر البيانات التالية المقاس الحجم الوزن العدد السعة تاريخ الإنتاج والصلاحية والبلد المصنع والأناصر المركبة والمستخدمة في التركيب سعر المنتج واسم المنتج من حقوق المستهلك أيضا في شراء أو عند شراء المنتجات الغذائية ذكرنا استبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مقلدة أيضا حجم ووزن السلع التموينية والغذائية يجب أن يكون حقيقيا وصحيحا وفقا لما هو مدون على المنتج ومعلن على بطاقة بيانات السعر أيضا تعرفنا على بعض المصطلحات منها فترة الصلاحية ماذا أقصد بها هي الفترة الزمنية التي يحتفظ المنتج فيها بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغا مقبولا صالحا للاستهلاك الآدمي وفق الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين تعرفنا على مصطلح المنتج الغذائي وهو ما يعرض في الأسواق ويحتوي على مواد قابلة للاستهلاك الآدمي انتقلنا بعدها على العادات الغذائية في المجتمع السعودي كيف أستطيع أن أغير عاداتنا الغذائية غير الصحية إلى عادات غذائية جيدة جيدة ذكرنا بعض العادات الغذائية السيئة المتواجدة في المجتمع وكيف يتغييرها أولها تناول وجبات الدسمة يوميا على الغداء أو العشاء كيف أحول هذه العادة إلى جيدة عادة جيدة بأن أقلل من تناول وجبات الدسمة مثلا مرة في الأسبوع أو أبتعد عن الطهي بالمواد أو الدهون المشبعة تناول هذه الوجبات أيضا مع الخضروات الطازجة أبتعد عن تناول المشروبات الغازية تناول الطبق الصحي كما شرحنا فيه من خلال ربع الطبق بأن أضع فيه الخضروات المطبوخة أو الخضراء الربع الثاني للبروتينات ووضعنا الربع الثالث للنشويات وأخيرا الربع الأخير للفواكه الفواكه الفواكهة أيضا مع الوجبات السريعة أستبدل القلي أو التحمير للطعام بطرق طهي صحية أبتعد عن الصلصات الجاهزة أتناول بعض الأجبان قليلة الدسم أيضا كانت هناك من العادات السيئة إهمال تناول وجبة الإفطار يوميا أو تناول المأكلات الشعبية المضاف إليها السمن والزبدة أو تناول أطعمة مقلية في وجبة الإفطار البديل بأن تقوم بتناول وجبة إفطار كاملة متوازنة غنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم باحتياجاته الضرورية خلال اليوم على أن تكون غنية بالألياف والبروتين وقليلة الدسم قمنا بحل الأنشطة وذكرنا بأن تعد مع أسرتك أن تحضر وجبة إفطار متكاملة وكيف تستطيع إعدادها بهذا الشكل من العادات السيئة شرب الشاي والقهوة أثناء تناول الوجبات الغذائية أو بعدها الحل بأن أقلل من شرب المنبهات قدر الإمكان خلال اليوم أستبدأ أستبدأ شرب المنبهات مع الوجبات اليومية بالعصائر الطبيعية أو الألبان أو الماء تحدثنا أيضا ما هو دور الأسرة في تكوين هذه العادات الغذائية الجيدة كيف أستطيع أنا كأم أو كأب أن أحول أبنائي وبناتي من عاداتهم السيئة إلى عادات غذائية جيدة وذلك بأن أكوين هذه العادات الجيدة منذ الصغر لأساعد الفرد على السلوك الصحي السليم أيضا من المهم التنويع والتوازن في العناصر الغذائية أعودهم أيضا على احتواء الوجبات الغذائية على الخضروات والفواكث أيضا تناول الوجبات الرئيسية بشرط أن تكون معدة في المنزل في مواعيد محددة أيضا تعويد الأطفال شرب الماء على مدار اليوم وتوعيتهم بفوائده وأخيرا اختيار طرق الطهي الصحية المبتعدة عن التحمير واستخدام الدهون الضارة كان إذن الأسرة الدور الكبير في تكوين العادات الغذائية الجيدة وبهذا نكون بإذن الله قد استمتعنا بهذه الإثراءات وبأهم ما تناولناه في مادتنا المهارات الحياتية والأسرية شاكر لكم متابعتكم أبنائي وبناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته